السيدة سورية بتقول رغم عملي وعمل زوجي لا نستطيع تحمل غلاء المعيشة في فينا ودي بطلة القصة السيدة مها 38 عام زوجها ومعها أطفالها وساكنها في الفوريتين وبتقول إنها بتلجأ إلى منظمة الكاريتاس في التسوق العادي وإن كان هي بتشيد بالمنتجات اللي موجودة هناك لكن بتقول من غير ده مش هتقدر على متطلبات الحياة العادية نعم يعني بصراحة أنا بالبداية بوجه لتحية للسيدة مها ولزوجها بهذا الخروج الجريء يعني بصراحة على صحيفة هويت اللي هي نقلة الخبر عما تقول يعني إنه هي رغم كل شيء رغم كل اللي إنه هي عم تشتغل وزوجها عم بيشتغل ولكن ما عم يقدروا فعليا يلحقوا المصاريف مع الأسف الشديد يعني يعني أنا أرى وهي من نفس الوقت عما تقول لنا عما يضطروا يروحوا على الأسواق بعض الأسواق الشعبية أو اللي بتعطي منتجات بأسعار مخفضة يتابع على الكاريتاس وما إلى ذلك يعني فبالتالي فبالتالي بصراحة أنا أشاهد شيء من المبالغة من المبالغة في هذا الطرح يعني إنه عم تشتغل هي وزوجها وعندن ولاد وما عم يلحقوا هلأ هو شوف لك سيد الكريم هلأ بصراحة فيه غلاء فيه غلاء فاحش أضف على ذلك يعني أضف على ذلك حتى اللي عم بيشتغل يعني هي وزوجها يمكن عم بيشتغلوا باعتبار عم يشتغلوا فيمكان هن اللي بيحصلوا حتى أقل ممكن اللي ممكن يحصلوا من المساعدات الاجتماعية بس لأنه بدون يشتغلوا بدون يشتغلوا بدون يحققوا ذاتهم بدون يحققوا حياتهم معلمة في المدرسة نعم يعني هي معلمة أو مساعدة تعليم لا أعتقد أنها معلمة كمعلمة يعني رسمية وزوجها ما بنعرف شو عم يشتغل يعني بس عم لك أنها معم ملحق رغم ذلك أعتقد أن القصة فيها شيء من المبالغة أو أن الصحيفة نقلتها بطريقة يعني منقوصة بصراحة وعطتنا مع الأسف الشديد يعني صحيفة هويت دائما تصدر لنا الحالة الشعبوية الحالة كراهيمة حالة تجيش من نوع ما بصراحة فأتمنى أتمنى على السيدة مها وزوجها المحترم أن يتواصلوا معنا ونطلع أكثر على تفاصيل هذه القصة المثيرة فعليا ولكن أرى في شيء من المبالغة كثيرا من وأعتقد أن دمش حال السيدة مها وزوجها أكيد حال كثير بس سيد الكريم يوجد غلاء يوجد غلاء إجارات لبيوت إجارات لبيوت خاصة إذا ما عندهم بيت جيمايندي يعني هدولة يعني إذا بدهم شقة اليوم ستين متر إجارة تقريبا ما يصل إلى ألف يورو مع تكاليف التشغيل والكهرباء يعني فعليا ستين إلى سبعين بالمئة من ما يحصلوه فعليا نروح إيجار للبيت فعليا فبالتالي أكيد هي عم تقول لك أنا لأ بلجأ للأسواق الخيرية بشكل أو بآخر عسى ولعل أني قدر أحصل يعني شيء لإبارة منزل بالضبط 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 طبعا ده حال زي ما قلنا حال كثير من الأسر يعني نتمنى أن الحكومة القادمة تنظر إلى الجميع نظرة اقتصادية أكثر من ذلك ترجمة نانسي قنقر